السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتحت المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعين بمكناس باب الترشيحات لولوج مسارك الإجازة في التربية للموسم الدراسي القادم 2020-2021 وذلك للتخصصات التالية التعليم الإبتدائي وتخصص في سبيسياليتي أنسيومون سيكوندير ماتيماتيك أيضا سبيسياليتي أنسيومون سيكوندير أينفورماتيك تخصص التعليم الثانوي اللغة العربية أيضا تخصص في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية إذن بالنسبة للتعليم الإبتدائي في العدد المقاعد المطلوبة هو 60 مقعد شروط القبول أن يكون المترشي أقل من 21 سنة في نهاية سنة 2020 أن يكون حاصل على شهادة البكالورية كل التخصصات يعني بالنسبة للتعليم الإبتدائي فجميع التخصصات مقبولة بالنسبة للسبيسياليتي أنسيومون سيكوندير ماتيماتيك فالشهادة البكالورية المطلوبة هي شهادة البكالورية العلمية أيضا السن هو نفسه أقل من 21 سنة في 31 دجمبر 2020 بالنسبة للتخصص أنفوماتيك عدد المقاعد فهو 40 أن يكون المرشي أقل من 21 سنة شهادة البكالورية العلمية بالنسبة للتخصص التعليم الثانوي اللغة العربية فعدد المقاعد المطلوبة هو 60 أن يكون المترشي أقل من 21 سنة شهادة البكالورية كل التخصصات إذن تقريبا نفسها نفس البتدائي شهادة البكالورية المقبولة فهي لجميع التخصصات بالنسبة للسبيسياليتي أنسيومون سيكوندير لونغ فرنسيز فأقل من 21 سنة وشهادة البكالورية كل التخصصات عدد المقاعد 60 سبيسياليتي أنسيومون سيكوندير لونغ أنجليز فهو أقل من 21 سنة في 31 دجنبير وشهرات البكالورية المطلوبة كل التخصصات عدد المقاعد فهو 40 مقاعد بنسبة التاريخ قبل الترشيحات فهو من 16 يوليوز إلى 2020 إلى 1 شتنبير 2020 بنسبة تسليم الوطائق للترشيح عن بعد وتأكيد الترشيح فيبتدئ ذلك من 3 شتنبير إلى 14 شتنبير تاريخ الإعلان على الانتقال الأول 16 شتنبير والتاريخ المقابلة الشفوية من 21 شتنبير إلى 26 شتنبير من سنة 2020 وبالتوفيق للجميع إن شاء الله بنسبة لطريقة التسجيل بالموقع يتم الولوج إلى صفحة صفحة الإلكترونية للمدرسة يتم ملء الاستمار ثم اختيار المسلك المطلوب ملء الاستمار خاصة بنقاط المترشيح خلال مصاري الدراسي ثم طباعة الالتزام الذي يوفره الموقع بالتسجيل قبلي وتوقيعه والمصدق عليه يعني يتم طبع الالتزام والتوقيع دياله والمصدق عليه يعني إدغاليزا الوثائق المطلوبة يتأكيد الترشيح بالنسبة لحملة البكالورية تضع على المنصة الإلكترونية ابتداء من 3 جوتنبير نسخة من بطاقة تعريف الوطانية نسخة من شهادات البكالورية نسخة من كشوف النقط الخاصة بامتحانات البكالورية الامتحال الوطني والامتحال الجاوي نسخة من الالتزام الذي يوفره موقع التسجيل قبلي مصدق عليه ملحوظة لا تقبل طلبات الترشيح التي تمر عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية لا تقبل طلبات الترشيح التي لا تمر عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية كما أنه لا يمكن التسجيل في المسلك إلا مرة واحدة ولذلك يجب التأكد من صحة المعلومات قبل تأكيد التسجيل بالموقع يعني اختار التخصص المناسب ديالي والوطاعة قدرية تكون واضحة وبينة وايضا نفس الشي بنسبة النقاط يعني اثناء كتابة النقاط نرضي البال وتمنجر شي خطأ كتابة النقاط وبالتوفيق للجميع ان شاء الله